هرجع لك تانية كابتن يماني فيه نقطة في منتهى الأهمية وهي نقطة أوسعة شوية ملاحش علاقة بالمنتخب الأوليمبي بس لماذا دائما نتحدث عن فكرة انه عايزين نطور كرة القضاء بالمصرية عايزين نطور كرة القضاء بالمصرية نوصل مربع زائر في الأولمبيات نوصل في نهاية أفريقيا فرقنا المصرية دولة أبطال أفريقيا وكونفدرالية هي المشكلة فين؟ لو احنا عندنا مشكلة في كرة القضاء بالمصرية فالمشكلة فين؟ احنا نتكلم كواقع دلوقتي. اه. همومان دلوقتي في الناشئين. مباوز القاعدة عندك. انت القاعدة عندك دلت ناشئين هي اللي بتدخلك للفرق كبيرة. طبعا. طب انت هتعمل الكلام ده بدون انت عندك اصلا عايز لعب اي حد ما عندوش فكرة تاخد منه عشر تلاف جنيه وعشر الف جنيه وتلعبه. اه. في اللاعب اللي انت كنت بتنميه زمان بيبقى عنده بس كده انت بتشوف فيه او انت اللي هو ما كشفته او زمان. ناس الطيبين اللي بتاخدش فلوس اللي بيشوف اللايب حالو في الشارع كاة توديه النادي عشان هي بتحب النادي ده او نادي ده اصلا يعني ناديها. المدرب المحترم اللي بيلي بينامي الكدرات بتاع تلاقيب دي وبعكاة بتشوفه نجم كبير. ما فيش الكلام ده دلوقتي. خلص. اللوقتي انت عايز كل حاجة جاهزة. عايز كل حاجة وسهلة. فانت عندك القاعدة من الاول تشغل على صح قاعدة ناشئين. لو انت عملت قاعدة ناشئين صح في كل الاندية من غير وسايت ولا مجاملات ساعت هتلاقي كرة كويسة. دي حاجة. تاني حاجة السيستم صح يبقى شغال بتاع بتاع يعني بتاع المنظومة صح. كل حاجة تشغل بنظام صح. هابدأ امتا? هانهي امتا? هابدأ كده بالزبط عشان كل حاجة تبقى شغالة صح زي زي كل الدول الدول الاوروبية. او ويبقى عندي خطة بعيدة المدى. زي ما عملها منتخب المغرب بص الاداء بتاع دلوقتي عامل ازاي? اه قبل كده عملها منتخب الجيكا مع الوكاكو الناس دي بص عمله ازاي في في كاس العام. انت عايز تعمل خطة كده برضو. يبقى عندك جيل جيل كامل تشتغل عليه لقدام. الست سبعة تمان سنين قدام. تاخد منه يعني تجني ثماره بعد كده من جي الوقتي. ام. فده اللي تشتغل عليه. ام. انما مش هنقعد نفكر تحت رجلينا بقى كريم. صحيح. الكامل اللي الكامل محمد بيقوله خطير جدا. يعني انت خيل انت مسلا لو عندك مواهب في مرحلة الناشئين وكده في في زحمة اللعيبة بقى الفكر اللي هو بيتكلم به ان في ناس مسلا بتحب دلوقتي الكورن في ممكن انا ادفع فلوس وهو هش النادي. والعب. والعب. اه. فانا لو موهبة ممكن اضيع في وسط الزحمة دي. معيش فلوس. اه. فدي كارثة كبيرة يعني ده طبعا امر خطير جدا. اتمنى ان هو يعني تلغي. يعني انت دلوقتي زمان في عندية يعني مسلا انا من منصورة. نادر منصورة ده كان في الناشئين حاجة قوية جدا. كانت حاجة دلوقتي الموضوع بقى ليه? لان برضو دخل الفكر الاستثماري وان انا عايز فلوس عشان اعرف اصرف عن نادي وان انا. فالموضوع المواهب. انا فهم زمان كان الاستثمار دوت الاستثمار بيقوله حتى الاستثمار في البشر. في اللاعب. اه اجيب اجيب العيب واستثمر فيه. هو نادر منصورة. يعني انا كان كلها كده. كان عندنا عمر زاكي. اه كمان في نقطة برضو يعني. انا طول ما الدوري مش منتظم ومافيش نظام. الموضوع هيبه صعب جدا. طول ما مفيش جمهور في الملعب. الموضوع هيبه صعب جدا. انا كالدوري يعني انا ياسف في اللفظ بس الدوري مات. يعني انت دوري المصري ده كان من اكوال الدوليات العربية كان لما تروح تلعب الأهل يروح يلعب المنصورة في المنصورة للملعب المقفول يروح يلعب المحلة في المحلة كانت متشاط فعلا متشاط قوية